السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم يا أحلى ناس وأحلى متابعين أدري فيكم من فترة تريون سلسلة لكن كتبت لكم يعني تذكرون أني كنت مسافر ولا البرحة في الليل راد ومتأخر وبعد نياز أردت بشوية أمور بس قلت لازم أساوي لكم هل حلقة ما اليوم لأني وعدتكم شو مطار دولي بحط المطار الدولي مطار الدولي للستاندار الصراحة مطارهم ترى حلو اللي بيلعب الحين أدور في المطار الصراحة مش المطار نفسه مش المطار نفسه الشغلات اللي حول المطار دايماً أحس عنا التبواز فيها النحن ما أعرف ليش بس تعرفون شو خلوني أحطي نصف دائرة نزيل أحطي شارع محيط بالمطار أنا بشرح لكم خطة اليوم وأظن مش بتعجبكم أظن أكثر من تعيبكم هاي سبعين خلنا نحفظ خمسة وخمسين في طول خمسة خمسين لا 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 أول شي لازم نحطي تقاطعات ودخلات للمطار نفسه شوفوا من باقي المدن أن المطار هذا راح يكون محاط بدخلات كثير هذا الموات الداخلية لازم يكون فيه لا ما نبه هذا أحطي دواوير أظن مطار دواوير أحطي جسور ضخمة ما أحس منطقي وما أحطي جسور أحس مش منطقي فإذا أحطي دواوير نفسه بسيس مش كلا الشارع صغير يا جمعة هذا ويت كبير هذا ضخم جدا بالله ما مش متأكد تعرفون شو؟ دواوير دواوير وبنحول هن هايوي نحول هن شوارع عامة أحس الدواوير مع المطارات دايما أحلى الأمور يعني هذا بيكون الشارع وصغ لا هنا ما أنا بدوار هنا جبل ما بنحط شي بنحطي لنا دوار هنا بنحطي لنا دوار حق الناس اللي هي المطار من هذا الطريق لأن المطار بيكون في مجموعة خدمات أساسية مش خدمة ولا خدمتين حطوها بباركم مجموعة خدمات أساسية هلا نحطي لنا الشارع هني ونلف الشارع بالطريقة هاي ونحطي لنا الشارع من هني لين هني أبا الفراغ طيب أبا الفراغ طيب جدا لكن ليش أبا فراغ لحظة هذا غرط شوي والشارع أنا ما بقى 100% سيدة بس مش بالطريقة هاي أيوة لأن الحين نحن شو بنسوي بنسوي منه مطار المطار بيكون في مجموعة خدمات وفي خدمات ما باها في حظن المطار نفسه أحس غلط فشو بيكون؟ بيكون من جهة أخرى بنحطي في الوسط مجموعة خدمات حق المطار نفسه بالطريقة هاي بالطريقة هاي هذا مايس وبنحطي شارع بالطريقة هاي تشوف هذا الشارع راح يحوي خدمات تفوق الفكرة أن هذا يماشي طبعاً أروم أسوي سيدة وكلكم معرفين شغلة السيدة بس مش دايماً الشوارع في العالم سيدة فلأس أحاول كما أن أسوي شوارع ما يكون نمي في المية سيدة مش بهدف أني أسويها مزعجة لا بهدف أنه لازم في شغلات تماشية تضاريس ونحن دائماً نسوي سيدة 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 فلابد من طريقة أخرى هذا شارع رايح شارع قادم لا هذا الشارع راح يكون مشترك لنا قريب المدينة ما راح يكون هايوي ما نحتاج هايوي بس أقدر سوي 12 سارع تعرفون شي بس لا حرام نزل 12 شارع على هذا حرام حلو نخلي بالطريقة هاي بالطريقة هاي حلو ما راح يكون ملتقى لأن المطار راح أنه مدخل المطار راح يكون لا خلو المدخل بعدين بنته ولا وهذا الحلو شو راح يستوي لا حبيبي نايس هني بعد يمكن أسوي منطقة فمش محتاج الهايوي هذا فعلياً هاي مش محتاج النا أنا الهايوي أبا استهدف في أماكن معينة مش كل مكان فما بي أني أيوة خلي الشارع شوي ماي فما بي أني قاعد أسوي سوالف شوي ماسخة ما لهداي لكن بيتم عندي مكان واحد أساسي هني خلاني شوي أغير رأيي بخصوص المدخل إني ذكرت إذا المدخل بالطريقة هاي أنا راح أعاني فلازم أسوي المخرج بالطريقة هاي شوفوا أيوة نايس لحظة 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 طويب من الطريقة هاي طلع الخط أيوة بالطريقة هاي هذا طريقة هاي هذا الشارع أساسي وهذا الشارع نفس الطريقة طريقة هاي ما بيكون حلو يبين شكله وايد فيك فخلونا نسوي الطريقة هاي ونعدل الشارع وننب شارع الثاني وينسر هذا الطريقة هاي هذا الشارع أساسي للمدينة الجانبية اللي نحط لها مستقبل خطة بس ما بأخبركم عنها الحين ونبقى نطلع الهايوي اللي هني داخله هنا الهايوي هذا الخارج فالطريقة هاي خلونا نسوي الشارع السيدة طريقة هاي خلونا نسوي الشارع السيدة طريقة هاي خلي مرداش على هذا الشارع نزيل على الحين خلونا نبيل المدخل أنا ما بأقضي هاي كثر وقت أني أسوي الشارع لكن كل مرة ستي سكايلامي ميزاته لأنها ممكن يكون فيها السوال وفايد نفتح الكهرباء ونحطي لنا ترانسفورمار هني عند المبنى مادرة المبنى وين نهاية الأصلية في القرافوكس لأن أعض المباني بقيدهم واحد هني هل حبة الحشيش تخرب ترى حبة الحشيش هيتخرب نزيل بنبدأ الأول شي في الباحة الأساسية للمطار المطار بندخل الشرطة ما بأدخل الناس بطريقة عادية أبل أن مطار على الأقل يكون فيه نوع من أنواع الرقابة على الناس يكون عندي ثنين لحظة هذا وهذا خلنا نشوف هذا التجاهين ولا تجاه واحد هذا التجاه واحد نحنا ما نبوه لاني ما أذكر أي آآ هذا هني كان سوري لاني ما أذكر أي واحد كان نحنا عن نبوه تجاهين الصراحة نسوي 85 درجة حط الشرطة نزيل نبى المطار كمدخل كمدخل آآ شو يستوي لحظة هذا اللي بين كبني نبوه المطار كمدخل يكون فيه على الدخول وشو الخروج هذا بيضمنع الرقابة الأولى خلو هاي بوابة بوابة الشرطة بنحط لي الشرطة نفسهم فاركنات فاركنات صغيرونا جنب المحطة نفسه بحال حد عند مخالفة حد عنده شي حد مستوي عنده شي يقدر يوقف حد يبي يشيك ما عنده جواز ما عنده شي ناس شي في البيت يقدر يرجع يقدر يرتب أموره فبنسوي لهم هذا المدخل عنده شي الثاني المدخل هذا لازم يكون مزامن مع الشارع اللي هو هذا المدخل هذا ما عنده مشاكل لازم يكون صغير من الشارع نفسه يكون فيه مدخل صغير حلو؟ وشوفوا واحد بس يسير سيدة وثنين اجباري بروح اللعبة بشكل جدا جميل المدخل الثاني المطار هذا راح يكون مفروض انه أأمن مطار في العالم حبيبي ايش حالك؟ ايخبارك عساك طيب ما نقل لكم بالطريقة هاي؟ لو سمحت ممكن؟ شكرا مفروض انه يكون أأمن مطار في العالم فنحنا اللي راح نسوي أول شيء نقاط تفتيش على دخول المطار مرة من يدخل نقاط تفتيش بالطريقة هاي بغض النظر عن تغطية الشرطة نحنا نسوي معظم الوقت حق شو مشكلة اللي عندي هني؟ هذا مو مشكلة هذا مش حلة بسيط نزيل وعندنا نبا نحطي لباركنات متل ما قلنا منها للكهربا منها كشكل دايما في باركنات عند أي مركز تفتيش الناس توقف اللي ناسي أوراقها وإلى آخر حلو؟ مفروض يصل لها كهربا عن طريق هذا ما عندنا مشكلة ما يمفروض موجود نزيل نشوف كل شيء شغال عادل ولا يطلعون ولا ما عندهم مشاكل نزيل ونبا بعد نقطة شرطة غير نقطة شرطة صغيرة ليش؟ هذا حق المطار نفسه هذا حماية أمن المطار نزيل في عنا شغلات ثانية إحنا ما كنا نحطيها بس أبا حطيها عند باب المطار حين أول شي خلنا نحطي فاركنات حق المطار حلو؟ أبا باب بوابة المطار تكون لها مدخلين حلو؟ دعنا نسوي مداخل المطار ومخارجة درجة لاك الله خير بس أنا ما باقي هنا أخرى بس سمحت ممكن نبا شارع شبه مثلث ليستوي يركب هنا بيكون وايد حلو نايس وايد نايس طبعا هذا فيك لأن في الأساس ما يركب بس قلت يمكن أنا ركي موجود خلي يركب لكن ما أخلى يركب نبا مدخل نهني لين نهني في العادة يكون عندنا باركنات ضخمة عند منوع عند المطار خلو؟ فنحن بنسوي هذا الشي الحين الباركنات اللي يشوف ضخمة داخل المطار بنسوي باركنات الظلة نبا باركنات ظلة تسعين فيلمين من صارت الحين باركناتهم ظلة لأن أصلا لا تدفع سعر الباركنات أصلا والباركنات مش رخيص أبل هاي بمحب واحدة ثلاثة أربعة واحدة هاي يكون تقرع الموضوع بالطريقة هاي نزي فنبا نوفر باركنات حق المسافرين بالطريقة الجميلة وباركنات آمنة في نفس الوقت في حماية في كل شي يشوفوا هاي باركنات المطار معنا وآخر شي بيكون في نوع من أنواع الخدمات طبعا لازم نحط المدخل بفلوس شي طبيعي لأنه سيستم مطار خلنا نحطي فاركنات خلنا ستبا حساب بالدنيا نركي أوكي حلو وايض حلو بك فاركنات ممتاز جدا خلنا تشوف إذا ركبت واركنات غير بيشتوي شكله مش أوكي خلوني ترتبت هذا بطريقة هاي حطيت شارع وراه على أساس أحطي هني كوية خدمات صغيرة نزيل وهني لي بنسوي شغلات ثاني الحين هني أبحطي شو حق أحطي هني ممرات لكن أنا بخبرك لأن الممر شو يستوي فيه لأن أساس أفكر إذا حطيت الممر راح يسوي لي مشاكل نوعا ما خلوني أحطي ممر في الوسط بالطريقة هاي ونحطي لنا خط من هني لين هني نحطي لنا خط حب بوحدة أيوه ما أسوي خلني أدف هذا لين داخل ندف هذا الممر لين داخل خلو أيوه هذا المطلوب ننزلنا نحن أبا ممر ثاني نفس الشي بالطريقة ها نفسه هني وهو من هني 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 بعدين لين وين هني وبعدين أبا ممر آآ طريقة هاي نايس نحن أبا الناس التين من هني نحن أبا بيثبت بيثبت أيوه ثبت فهي بهذا بطريقة هاي فالناس هنحن تقدر تمشي من أول المطالة للباركنات مالها وهي مرتاحة يعني ما غير شيء نزيل نحن لازم سمي نقطة توصل لحق البارك النفسه هني حلول أن في خط مشاه نحطي هذا هني ونحطي هذا هني نقوم نحركهم طريقة هاي يتوزعون على خطوطه منه المشاه بحد ذاته يا سلام هذا كلام كبير الآن إذا بيبنوني يساولنا خير لنا مقلة الجيم ثبت بعض المودات نقدر نحطي هني محلات نظريا بيفتحون محلات هدايا وربعة فعليا أنا ما أعرف كيف يفتح أيوه ثقاسي وربعة وغيرها الآن خلينا نحطي مواصلات وين الباصات بتوقف عشان تنزل الناس الباصاتة لازم توقف في شارع بروحها لأنهم أصلا الباصات مزعجين فبسوي شارع داخلي الثاني جنب هالشارع مرة شفوا شارع هني جنب هذا الشارع شف ما في فرق بينهما ما في فرق الطريقة هاي الطريقة هاي هذا الشارع شغلة بس الباص يوقف يتوكل على الله بس هذا كل شغلة أو لحظة 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 لنستعمل المدمن ممكن نحطي هناك لكن ما في مكان تصوري أنه ما بيكون في مكان في مكان بس بعد ما بيكون ما يدر منسي هني زين هني زين وهني زين هل نحطي هذا هني ونشل هذا الممشاها من هني هذا مو مشكلة لنا سبب أن نشلها طبعا شوف اللعبة كيف مقلتها حاولت أعدلها كذا مرة بس شوي يا صعب مش سهل كل مدينة بيكون لها باص معينة وديها ويبا خلي نحطيه من الحين أساس يمكنني يستوي حركة يستوي شكل المكان طيب فعني أحس بعد مكانه بيكون مزعج شوي بس شارع داخلي وهني يعني إذا يوقفون إن شاء الله يوقفون أول شي خلي النيب من محطة الباصات الأساسية اللي هني عندنا مكان فاضي فنحطي في باص حقه منو حق المطار فالنيب باص من وين؟ هاي المدينة عندها مكان فاضي لي منو آه بي من درب حلو شوف درب ثاني بي نويس بي دخلتي أوف أوكي بني نويس ونطلعنا الدرب الأخير اللي قلت ركم معنا اللي هو هذا الطريق أنا والله الطريق طريق عادي لينهني طريق عادي لينهني ونفق لينهني شارع لينهني والله مكان طيب مكان النفق طيب طريقة هاي عساس الناس لو بغا تتنقل بس شي الوحيد اذا بسويه الصراحة زيد سرعة الشارع هذا مئة ثراثين مئة ثراثين خل الناس تعمل الشارع طريقة هاي ايوه ايوه نايس عساس الناس ما تتأخر واسرع من الشارع العام حتى نشارع وسيع وما يروح للمطار ان شاء الله ما يستوي عليه سحمة مرورية يعني ضخمة جدا ان شاء الله بس خلنا غيرهم هذين بالجملة يليت هقدر غير شارع اخي شارع احباب هخلي ستين قبل الدوار اوكي اظن انتم معاي الحين مركزين نزيل استوى باص لازم نحطى محطة باصات بعد عندهم هنين لانا بيستوي من الشغلات الضرورية كل هذا مالكترة مش قادر تسوي والله انك وصخ نزيل خلي نحطينا محطة باصات قريب قريب منو قريب منو هالمنطقة فيها بقى صان ايه هذا قلت الماب كامل مقلت هجموعة مقلت بطريقة مطلع لي اروحي والله ندلت بطريقة خايسة يعني نخلنا نحطي مش هادرع باركة مبساطة هني مسار باصات عساس يطلعون يدخلون بنحطي لهم حطة الباصات هذي هني عندهم ماء عندهم كل شيء ها عندهم نزيل بنستناخذ لهم نقطة نيلين حطة الباصات بطريقة مبساط خين من نفس الطريق ولا هو ممتاز يعني هالطريق افضل من الطريق الثاني نفكر الشارع هو يمكن حد بيداه ومهني نقدر النيبة من عندهم الكتفاضية خلي الشيرت لما ما فيت زحمة يشتوي زحمة في المستقبل بس افكياتي نزيل شوفوا الطريقة هاي عندنا مطار الكارغو هني وعنده كل شيء نزيل المطار محتاج من جمعة شارات أول شيء خلا نبش شارع زيادة من هني للمطار هذا الشرح هاي ونبع هني طريقة هاي لا هالشارع أبداً أبداً مش مش سياحي نزيل بالطريقة هاي نزيلين الحين بوصل الشارع هالداخليين ضيعتكم معي أنا ولا أنت وكيه الحين معرف خبروني خليلاً طيعتني يا خليلاً يا خليلاً ما أحبك يا خليلاً أحبك وأنك لكم تحبوني إن شاء الله ولا واحد يكره هني نزيل بخلنا نحطي لهم الشرطة هني قلنا لازم الشرطة على كل مدخل هاي هاي الشغلات أوكي تاخذ وقت أدري بعض بيقول لي يمكن ياخذ وقت بس يخلي شكل المكان بالنسبة لي يعني جميل فكلهم مواحدين على نفس الطريقة هم يبون ماي يبون كهرباء عندهم موجودة لنمد الماء بالطريقة هاي على الشرع نايس نزيت الحين أبا وقفت القطار وقفت القطار وين راح تكون هني والله كنت ناوي هنا بسوي شارع حق الشغل هاي بشكل بكانسل لأني شفت هذا المكان الممتاز حق القطار والصراحة يعني تبون الصدق فأبا أحطي قطار هني لا أوكي مش وايد ممتاز ولا عادي أحطي هني أفضل زي من أبا اختار ياخذ ساحة شفو هذا يركب على بعض في البداية لازم أحطي منه هذا شفو هذا يركب تحت قطارات بش المتر وهو بس تعرفون شو ما عرف أبا أزيده هقع فكر أني أزيده لأن هذا يسوي أزيده تركبنا على بعض نفس الليغو عندنا هذي هي نهاية كم واحد أحطي واحد للمدينة الأولى واحد مدينة ثانية واحد تسكير اسبيل صح؟ طريقة هاي كون شو؟ فكرنا القطار صح؟ طريقة هاي بعد نقدر أني بالشارع تلمنوا لهذا المكان من الأفضل يكون طريقة هاي مقبول شوي صحي؟ ونبقى ماي ماي موجود عنده بس خلونا يوصل ناسة تهرباء عنده بس تعرفوا شو؟ أبا باركنات طان نفس هذا بلاي باركنات ما يصرح خلوني لا ما برفع ولا بنزل أخلى نفسه هذا اللي تحت مترو اللي هو راح نستعمله نحن بس ما عنا مترو ها في المستقبل نزين بس يمحطات مترو أظن في حلقة بروحة بس الحين اللي توهكت فيه أنا شي ثاني بس ما توهكت فيه لحظة خلني بختار لعرض 32 متر طريقة هاي نحن خلونا نلف هذا طريقة هذي نسوي سيدة بالطريقة شو؟ هاي بالنيبة سيدة من هني لين هاي وناخذ الأخف شوي اثني لين هذا الشارع بتم وصله بالطريقة هاي بتم وصله ما هني لهني بالطريقة هاي نايس نايس أوكي بس هذا مش نايس لحظة خلونا نهتم في هاي نوعا ما وكي بس مش وكي لنحاول اللي زك في الأرض هو خلوني تمسحها دقيقة سوي سكة عادية لازم أول شي سويها ترى يا حبيبي او يا حبيبي او تلعيد لازم ما يجب العيد لهنا نجح هين النيبل العادي ونحاول هذا السكة الأولية اوكي اوكي دامنا على الرصيف شوية اوكي نايس نايس ضبط أموره نزيل والحين نبنيب 15 هذا خليه يضبط على شارع ان لو ما ضبط معناه قاعد يمش على شارع وهذا شي مبزين أبدا هذا نقدر نسوي سيدة ممي و ممتاز الضام انه بدأ آآ كسف الطريق زي او او اصل اللي وين لين هني الوصلة هاي مش سهلة بازكم هلا اول شي نمد اش وارع السيدة بعدين بلسوي اللفواتن زين ممتاز 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 أنا قاعدة سويها الحلقة بس اه اتوقع الوضع يستاهل لان هذا راح يروح لي وين اول شي هذا راح ينزل من اهني لين طريقة برع الشارع النباء العادي thy بعد الدStar هي بالطريقة هاي بطريقة هاي لايس 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 صديق نبلين عنه يبن اضغط مايستوي هاي مشكلة ثانية لماذا مايستوي على أنه مشبوك فيها على أنه بوين أوكي دامستوه من هني لين هني بيرتع آه أوكي ما قبل من هناك لهم بس من هناك لهم قبل ونبقى قطار ثاني القطار تروائد محمد يا جمع لأن هذا القطار راح يسوي ثلاث شغلات عندي الخط الأخير عندي لها استعمال ثالث خطر على بالي أنه قطار ثلاث وقفات بين جميع المدن المشكلة الحينة مش هني المشكلة الصغيرة اللي عندي أني الحين لازم أوصل لسكة قطار هني لين هني طريقة ما أحتاج من لحظة طريقة هاي حلو وبرد بنزل تكة من هني لين وين لين هني حلو عباس سكة هاي تنزل مكانين مش مكان واحد أول مكانة تروحة طريقة هاي هني وينزل حلو وهي النزلة قبيحة جدا 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 بس هاي حلها بسيط شوفوا هين نبو نحن واحد ثلاثة وننزلهم لقياس سيارات شوفوا مرة قياس سيارات ني نقطة هاي بطريقة هاي شوفوا طريقة هاي ونبو الشارع الثاني اح لمسوا النسيدة بشارع ثلاثة اولا سكة ثانية ما هني لين هني وهذا راح ينزل للأرض لين هني طريقة هاي وراح يمشي لين هني بعدين راح ارفعها بس مش بالطريقة هاي اول شي راح ارفعها هني لين آآ عشرة بعدين راح اضمع لهذا الخط بس آآ شوي قاعد طلع النقاط مربعة عندي خلنا نعدل الوضع عن زين آآ طفنا وقت التسجيل شوية بس مو مشكلة ومحطة القطارات تاخذ وقت نسوي نقطة من هني لين وين لين يا أصدقائي هني ونرجع هلي وين القطار هذا نسوي نقطة ثانية من هذا القطار لين قطار هذا هاي وا لا احضر هنو بنسوي لحين صبر 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 اصبح لعسكة من هني لين أهني هنحونها مدة هاي نفسه سوى كنب نقطة. هنين هني. توصل لين. المدينة هني. هني. ولين ترجع هني وترجع المدينة. مرة ثانية وسكرناها يا السلام. نسوي النقطة. ثالثة. هاد ستب ونرجعها لان ما يستوي بالعكس. لان هاي المدينة ما كان يستوي بالعكس. فلغيت النقطة الاولية ورديت سويت النقطة جديدة. ما دير اذا انتبهت ولا لا يعني. لكن سويناها. شوفوا الاحين كيف. اختارات راح تكون موصولة بين كل الشبكات. والحلو في. ممكن اشي اللي عقب بسوي شي ثاني. بس يبالنا. كويش اغلاط غير. فكاكين بعدهم يحاولون يبنون لكن ينهدمون لسبب من الاسباب. اه انا مش فاهم هالقرتشو. انزين. الاحين بس الارضية اللي هني ارضيات هاي انا مش عايبت لني. ليش لانه محتاي. اني. شويهن مع القار لان هاي باركنات تشوفوا. ما يكون فيهن حشية. اوكي. ها شوي شوي بيخرب اهني بس. اظن اتش فاين. منزيل. الطريقة هاي هاي استوي شكل البارك ما ارتب شوية. وابا هالمساحة. ذكرها طريقة هاي. ونحطي فوقها خدمات. الخدمات الاولى شو بنحطي. مطافي طبعا. مطافي بنحطي لهم برج حق المطار بروحه. طريقة هاي راخب المطار. وبنحطي لهم. مش فاير هاوس عادي لا. نحطي لهم فاير هاوس الصغيرون ومرتب نفس هذا. اه هذا مش صغير وايد. نبقى. ايوه من هذي. نحطي لهم واحد. عنين عسل شكلهم تكون حلوة. بنحطي لهم عيادات خارجية. عيادات الخارجية. عيادات خارجية وايد. صيدلية بعد اوبشر. بنحطي اه. عيادة الاصلية راني صغيرة. عيادة الاصلية هني. طوي على الرصيف لكن مو مشكلة. بنعتبر الشارع شو ضيق. هاي ستوا عنا صحة وعنا خدمات. ما احنه مكان الحطي فاركينات ترى. شو بسوي بالنيب البركينت. مالنا هاي. اشيها بالتلفة. اتذكرت. شوي اتذكرت. ان هاي اللي اذا حبيتم. يقول شون. المواب كبرا مقلت اصلا ما كفت على هاي. احذاء او. لحظة خلنا نسكر هذا. بنحط لهم باركنات شو? مش هاي لأ باركنات شرطة وينها? نصر باركنات شرطة. مش محصل باركنات. يا هلقيم هذا اللي راح يطلع روح يا جماعة الخير. والله هلقيم راح يطلع روحي. خلنا نشوف هني باركنج هني بيطلع في السيرتش واحد اثنين ثلاثة زيادة هذا بس هني خلى فاضي. بس هني شو بحطي. خبه بعد. اه يمكن هذا السيرتش مخرط. تطور. لا مش مخرر. توقيت ترانس فورمر. حطي ترانس فورمر عند هاي اللي هني. حطي لنا. اقدر احطي مترو اذا ابا. بس ما احس له داعي. المكان شكله جيد جدا. مزيد. هذا محطة اختارات ما شاء الله شغالة جدا. بس ابا. محطة بحق باصات هني. هذا ما عندي مشكلة سوي مكان حق باصات. بس خلون ايب هني مكان. وثلاش شوارع. من هني لين? هني. هو جسر. عقب. هنين ثلاثة. عقب بيب. وقفة باص. هني ما يستوي باص. خلاص قلت الموت. قلت خلاص. مبطاعة يعني ابدا ابدا. اهني اقدر اهني مو اقدر ما عرف ليش. ونحطيه في المكان الرابع. اهني. اهني. هذا مبو كي. الوضع عندنا مش كي. خلنا نسكر هالمكان اول. بس اننا مفوق. يبين سيدة. فيه اللي يسموني ينوفيرمتي او. توحيد الالوان على الاقل. على الاقل سوينا محطة بطار المطار الدولي. بس صبر اول شي خلونا. بس سلكت حق. هذا وهذا وهذا. هذا وهذا. ويلهم. مع هذا. ديوا. تغير كل شي. كل شي تغير. هذا مع. نايس. الحين. الحين شكله انضف. انضف وايد. هذا يحطينا ما الواحد فيهم. اظنى ها ما الخط اللي سكرناك بس ما عليه. نزيل. دمنا شغاله فانكشنا المرة طيب. احي خدناه شو. ما يستويه. لا يستويه. بس انا قال يحطي شي الغلط. انا اسف يا جماعة. اني مسطل. هذا الباص يشلهم من. محطة الخطارات. ويرجعهم. مرة ثانية. لمنو. للمطار. المهم. هذا الاحين بس بس للمطار. لانا الاحين لازم نضيف وايد شغلات غير. لكن. مش سهل ابدا. لانا لازم نسوي مجموعة خدمات زيادة. كثيرة كثيرة كثيرة. ابسط شي لازم احطي هني. هذي الجماعة الطيبة. اللي هي. سوبر شو. هذا ايب السعادة ترى للناس. هذا. شيء ايب السعادة للناس. ليش. لانا. تعرفون ان المكان استوى انظر. صح ان يسوي ضجة حولهم. شوي فلوشن. محتاج ثانين. مزين. صح ان يسوي ضجة و فلوشن. لكن يبلهم السعادة. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم. ان شاء الله بكمل لكم المطار في حلقة قادمة. ومشكوري يعني متابعك على الحلقة. وعلى اللايكات وعلى كل شيء. وان شاء الله السنة يوصل لعشر تلاف مشترك. فخلونا نشوف ان شاء الله. شكرا في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.